أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية ورئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية شهد اللقاء استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية حيث يحتل الاقتصاد البرازيلي المرتبة السابعة على مستوى العالم وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية كما شهد اللقاء أيضا تسلم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المقرر عقده في مدينة ساو باولو في يوليو القادم اشتركوا في القناة